تنفيذا لتوجيهاته صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد أهل خليفة وليل عهد نائب القائد الأعلى النايب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه لمؤصلة تعزيز التعاون المشترك بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لخدمة الوطن والمواطنين وتحقيقا لأهداف وتطلعات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه عقد في مجلس النواب صباح اليوم اجتماعا مشترك بين هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة شؤون مجلسي الشورى والنواب بالحكومة وقد رئيس الاجتماع من الجانب النيابي معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب وبحضور سعادة النائب عبدالنبي سلمان ناصر النائب الأول لرئيسة مجلس النواب وسعادة النائب علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب وسعادة النائب محمد عيس العباسي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وسعادة النائب أحمد إصباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وسعادة النائب محمد إبراهيم السيسي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وسعادة النائب ممدوح عباس الصالح رئيس لجنة الخدمات وسعادة النائب حمد أحمد الكوهجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة وسعادة المستشار راشد محمد بنجمة الأمين العام للمجلس ومن الجانب الحكومي حضر الاجتماع سعادة السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب رئيس لجنة شؤون مجلسي الشورى والنواب ومعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية وسعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام وخلال الاجتماع تم بحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين مجلس النواب والحكومة في ضوء مضامين الخطابات الملكية السامية وبرنامج الحكومة 2019-2022 ترجمة نانسي قنقر